الرقابة الدينية تضرب من جديد وهذه المرة ضد فيلم تنورا ماكسي للمخرج جو بوعيد المتهم بالإساءة للكنيسة ورجال الدين بداية القصة كانت الصيف الماضي عندما طلب المركز الكاثوليكي للإعلام من الأمن العام حذف بعض مشاهد العمل بعض المشاهد داخل الكنيسة يتدل على بعض الإحاقات الجنسية وداخل الدائر موجودة نحن ما أعطنا الموافقة للفيلم هؤلاء التغييرات التي انطلبت كلها عملت وفي عنا الكوبيل الأديمي والكوبيل الجديدة إذن أزعج الفيلم المركز الكاثوليكي فأرسل كتابا عصر الثلاثاء إلى وزير الداخلية وإلى الأمن العام لمطالبته بوقف عرض العمل أو حذف المشاهد التي صنفت في خانة المسيئة للديانة المسيحية أما المخرج والجهة المنتجة فينفيان التهم الموجهة إليهما ما بلاقي حالي إلا أنه أنا ودجو مناخد الفيلم ومنروح على الكرسي الرسولي بالفاتيكان يا منرجع على لبنان بشهادة حسن السلوك وأنه رسالة الفيلم مفهومة أو منرجع بحرم من عداسة البابا لن نعم نشتغل سياسة لن نعم ضد الدين ولا شيء نعم نشتغل فن فصل جديد من فصول الرقابة على حرية التعبير في لبنان نشهدها اليوم فهل يرضخ الأمن العام ويوقف العمل؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة